السلام عليكم متتابعين على قناة طرز نينا ومرحبا بالمتتابعين جديد من خلال هذا الفيديو سوف نتبقى معكم الطرز الزرباطي بليد سوف نقول لكم من خلال التقنية التي توضفها في الطرز الزرباطي ويجيكم الطرز متقون من خلال المراحل التي ستبعها في هذه الرشمة هذه الرشمة التي تتجيرها رائعة جدا في القفطان ولف الجلبة وممكن توضفها ايضا في التقشيطة تتجير روعة خاصة خاصة اللي عادرت معها العقيق نبت معها العقيق تتجيش حاجة زوين وغزائلة وانيقة وراقية بالنسبة للطرز الزرباطي من بعد ما تتبرمو الحرير الحرير يكون في ربعات الشعرات انتم تتخذوا من مغير ثلاثة وتتبرمو تنتبعوا معاهم تنوضفوا هاد الغرزات تتجي مائلة وهاد الغرزة الاساسية ديالترز الزرباطي هي غرزة التعمار اللي هي تتسمى هاد الغرزات اللي تتسمى هاد الغرزات اللي تتسمى غرزة التعمار لانا تتعمل الفاراغات يجع الخط ملاقس قحد الخط ماخذ الشفر الفاراغات يكونوا بين الخطوطة هاد الغرزة التي تسمى الترز تعمار التي تتسمى ايضا ممكن تسمى بغرزة التعمار غرزة الأساسية للطرس الباطيخ ستكون لها الشكل ليكون فراغات وليبرة تتحطيها من مور طرساج دي الرشمة ما تحطيش فوق من طرساج أو لداخل طرساج من الداخل لأنه عيبقى عندك ذاك الإطار دي الرشمة تيبين وعيبقى عندك رشمة ما نقياش ما مشي يعني تيبقى داك الجواني بدي الرشمة بينا هنا مني تتكوني قريب يساعد للخيط تديلها الطريقة تتقفيه في الوسط دي الرشمة لأنه أصلاً تيا غادي تطلع كيف مشي تشوفو دابران سارت تنطلع فوق من داك الخدمة فغادي يكون أنا تقفت فلوس ومني تكون تنطرز فوق منها ومتي بقيبان عن دي والو أو لو ممكن ترجعوا بالخلف يعني تقفوا بالخلف يعني الداخل ما بين توب وما بين طرزة بحيث أنه ميبنش ممكن تقفوا في الوسط الفيديو راني وريت لكم هالتقنية كيف ممكن ترجع فيه اللور وما بيديش ترجع فيه بحالة التقنية اللي وريت لكم دابا هنا هنا الرشمة قريباً غادي نوعاً ما غادي شوية مرساحة في الخدمة ماشي مشكل رغم أن التوب هنا يرى توب إلاستيك يعني راني سنحاول ما إمكان أني اني نطلق الغرزة ديها لخليها شوية ماشي مطلقة بزاف وماشي مجموعة كيف موال فكيف مطوب العادي مثلاً التوب ديها المليف ولا شي تتخدمي عادي مرتاح التوب ممكن تتخدمي فيها رشمة كيف ما بغيتي إنما مني تكون توب في إلاستيك يعني تهتيها تتيري خسك الغرزة ديها لك تكون تشديها قد ما تضغطيش عليها إلا غادي تجيب عندك ديك تكميش شوية قلت لكم الحد الآن ديها الرشمة غاديها شوية مرتاحة ما كانش فيها ومشكلة ديها تطلوع ونزول بالسيف ولكن في الأخر ديها لها الدرشمة هادي اللي ديها بغادي فيها في الخدمة تتشوفوا بأن رويسة ديولا سيرينتي تتفرعوا تم مخسك تدريب معاها واحد تقنية خاصة بشأنه الراس يجي مقلقم ويجي مقاد فمن خلال هاد المراحل الليلة تبعتوها معايا كاملة ديها الدرشمة غادي تعرفوا الوقت اللي تكون مائي للرشمة اش مخسك تديري فيها والوقت اللي تكون عندك فيها رويسة خارجين وملويين كيفاش تعملي حتى أنها تجي عندك متقونا فما تبعوا الفيديو حتى للاخر وأكيد غادي تستفدو من التقنيات تنتمنى أن هاد الفيديو يكون مفيد بتنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل جرس تخلوا لي التعليق أيضا انتقاداتي لكم شأنها أنها تساعدني على أن نطور من المهارة ديها للتعليم وتنتمنى أنه إلا أغفلت شي معلومة وما وظفتهش عندكم في الفيديو هنا تتمنى أنكم يعني تخلوا لي التعليق لكم باش يكون دائما محيطة مولمة بجميع الحويج اللي تتخصصكم في التعلم وتنتمنى أن الفيديو يكون مشروح متتنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل جرس باش يوصلكم كل جديد وشكرا أنه بتوفيق الجميع تنخليكم مع باقي التطبيق الفيديو الماجي ان شاء الله سنتبع معكم المرح يديل هذه الرشمة لأن هذه الرشمة سنخدمها بالضربات يوم وبعدها سنخدم عليها التنبات فإذا ويتوا تحبوا تشوفوا كيف طلعت مع التنبات لأن وقت لكم تطلع رائع رائع جدا في القفطان وفي الجلابة الحضور التي تكون بالقفطان تتكون روعة تجي أنيقة جدا سوف تشوفوا شكلها فالفيديو الماجي سنقوم بعمل تقنية التنبات التي نوظفها في هذه الرشمة شكرا لتتابع ونجعلكم مع مراحل التطبيق برباطي شكرا 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا 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 اشتركوا في القناة